اشتركوا في القناة من الامور التي قد تكون لاحظتها عزيز المشاهد خلال سفرك او حياتك اليومية هي اختلاف الوان جوازات سفر دول العالم عن بعضها البعض فيطرى على ماذا يدل هذا الامر وما هي المعايير التي تعتمدها دول العالم في اختيار الوان جوازات سفرها يقول رئيس تسويق قاعدة بيانات جوازات السفر العالمية على الانترنت ان الاسباب التي تدفع حكومات العالم لتفضيل لون على اخر هي اسباب متعددة بحيث قد تكون هذه الاسباب اما جغرافية او تاريخية او سياسية ويضيف هذا الاخير قائلا ان اللون الاحمر الداكن هو المستخدم بين دول الاتحاد الاوروبي اما درجات اللون الازرق فتستخدمه دول الكاريبي واما اللون الكحلي فيرمز الى دول العالم الجديد وذلك كدول امريكا الشمالية والجنوبية على حد سواء وفي بعض الدول يختلف الامر نوعا ما فيعكس لون جواز سفرها شخصيتها الوطنية وهويتها فعلى سبيل المثال تتخذ سويسرا اللون القرمزي اما تركيا فاختارت اللون الاحمر الداكن في العام الفان وعشرة وذلك سعيا منها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في حين نجد لون جواز السفر في عدد من الدول يرتبط بديانتها فغالبية الدول الاسلامية مثلا تتخذ اللون الاخضر كغطاء لجواز سفر مواطنيها وذلك لكون هذا اللون يرتبط ارتباطا وثيقا بالديانة الاسلامية وايضا لكون هذا اللون يرمز للحياة والطبيعة عزيزي المشاهد اذا اعجبتك الحلقة فارجو ان تشترك بالقناة وشارك الحلقة مع اصدقائك واحبائك وان كنت مشتركا من قبل فاضغط على زر الجرس الموجود امام زر الاشتراك ليصلك كل جديد شكرا لك